وفدنا إلى هناك طاهر بنزين طاهر أهلا بك هل تم الاتفاق على اجتماعات قادمة هل هناك جديد تفضل أهلا ياسر وأهلا بمشاهدين الكرام نعم بعد اجتماع دام لساعات طويلة انتهى اجتماع بدون الوصول إلى أي نتيجة أو إيقاف للإضراب الذي استمر لعدة أشهر ياسر في حديثنا لممثلين نقابة ممثلي الأطباء المقيمين رفضوا التعليق أو الإدلاع بأي تصريحات كلا من الممثلي الأطباء المقيمين أو من الوزارة وفي حديثنا معهم قالوا أن هذا اللقاء هو مجرد استعناف للحوار مع الوصاية أي أن الإضراب لا يزال مستمر وأن هناك سيكون تصعيد في الأيام القليلة القادمة حيث سينظمون مسيرة بمدينة قسنطينة غدا أو بعد غد وستكون مسيرة وطنية من أجل تصعيد والأخذ بمطالبهم بمحمل جد خاصة إلغاء الخدمة المدنية من إسقاط الخدمة المدنية ياسر في حديثنا معهم لمسنا نوعا من تفاؤل تفاؤل ولو بقليل باعتبار أن الوزارة فتحت أبواب الحوار مرة أخرى وقالت أن الحوار مفتوح ومستمر وهو ما اعتبروه شيئا إيجابيا وأن الحوار سيظل مستمر لغاية افتكاك جميع مطالبهم طحر بن زين مفدنا إلى وزارة